كلمة مكتوبة على ساق العرش إذا قرأتها أتتك البشار في نفس اليوم ورأيت في حياتك ما لا يخطر على بالك وما تعجز عن وصفه بفضل الله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله سعيد بتواصلي معكم أغلى وأحلى جمهور وأسأل الله العظيم أن يمنى عليكم بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة جوهرة الجواهر والدر المكنون الذي ليس له مثيل كلمة تهتز لها السماوات والأرض والجبال مكتوبة على ساق عرش الرحمن إذا قرأتها ترى في حياتك ما تعجز عن وصفه وفي آخرتك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بفضل الله وليعمل خير وينتشر فضلا اشترك في القناة وشارك الفيديو ولا تنسى الضعط على زر لايك وتعليق بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي ومن أعظم رحمته التي وسعت كل شيء كلمة مكتوبة على ساق عرشه عز وجل من قالها ممنا بها موقنا مخلصا لله أدهشه الله بعطائه في الدنيا وفي الآخرة كلمة تحقق المستحيل تسهل الصعب تغني الفقير تقوي الضعيف مفتاح الفرج من كل هم وغن كلمة جميع حروفها جوفية تخرج من خالص الجوف من القلب وليس في حروفها معجم منقوط إشارة إلى التجرد من كل معبود سوى الله تعالى من قالها مرة واحدة كفر الله بها عنه ذنوب سنة كاملة هي لا إله إلا الله وهي مع محمد رسول الله سبع كلمات عدد أيام الأسبوع و24 حرفا الليل والنهار 24 ساعة كل حرف يكفر ذنوب ساعة وسبع كلمات كل كلمة تسد عنك بابا من أبواب جهنم هي الكلمة المكتوبة على ساق العرش وزين الله بها قوائم عاشه يقول صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال الله سبحانه وكيف عرفت محمد قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفقت فيه من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت إنك لم تضف إلى إسمك إلا أحب الخلق إليك قال سبحانه صدقت يا آدم ولولا محمد لما خلقتك هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله تعالى للعالمين سيد الكونين والثقلين شمل العالمين كلهم بركته حتى صلح به المتمردون ورزق به المحرومون وجبر به المنكسرون وأنقذ به المعذبون ومن العجب أن ننتظر شفاعته في يوم القيامة وقد سبقت شفاعته فينا وفي أبينا من أول دنيانا هو مطهر الظاهر والباطن مبارك الأول والآخر قال سبحانه وتعالى لموسى يا موسى إنه من لقيني وهو جاحد بمحمد صلى الله عليه وسلم أدخلته النار فقال موسى من محمد؟ قال سبحانه يا موسى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض والشمس والقمر بألف عام هو محمد رسول الله اختصم ولد آدم أي الخلق أكرم على الله فقال بعضهم آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وقال آخر بل الملائكة الذين لم يعصوا الله فذكروا الكلام لآدم فقال لما نفخ فيي الروح لم تبلغ قدمي فاستويت جالسا فبرق العرش فنظرت فيه محمد رسول الله فذلك أكرم الخلق على الله وعن ميسراء رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال لما خلق الله الأرض والسوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق العرش وكتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله تعالى الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الأوراق والأبواب والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد فلما أحيه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله تعالى إنه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تاب واستشفع باسمي إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله دواء من لا دواء له هي النقطة التي حارت فيها الخلائق لا تحتاج معها لرقيا أو لعلاج ولا لطبيب اجحن بطارية قلبك وجوارحك وروحك بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولا خوف عليك ولا حزن تكفيك وتشفيك وتعافيك وتفتح لك الأبواب المغلقة وأبواب الدنيا وأبواب الآخرة لا إله إلا الله ليست مفتاح الجنة وحسب بل مفتاح الكون وكل مفتاح له سنان وسنانها محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كنز من كنوز العرش تجليتها وطاقتها وروحانيتها لا حدود ولا وصف هي سر العلوم وسر الوصول من أقصر الطرق رددها بخشوع وخضوع ساعة على الأقل في اليوم وهي كافية وتكفيك وتشفيك وتقضي على أعتى وأصعب المس والعين والسحر والحسد والتوابع وتكشف لك كل مخفي وتنور بصيرتك وتزيل حزنك وتزيل عنك الحجب وتختفي مشاكلك ويهدأ بيتك ببركتها يزيد رزقك وتفتح لك أبواب الفرج وأبواب التسخير وأبواب الخيرات أصعب الأمنيات تحققت ولا زالت تتحقق وستتحقق بلا إله إلا الله محمد رسول الله بها كل شيء ينفك تذهب العكوسات والنحوسات والتعطيلات يتيسر الزواج الدراسة النجاح التجارة الرزق ترى العجب والعجائب من التسخير لكل شيء ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله وجرب بيقين وفي خلال يوم واحد سترى النتائج والبشائر سبعة أيام تنتهي الهموم والمشاكل ودوم وسترى الفرق العظيم والمعجزات التي تنجزها لا إله إلا الله محمد رسول الله وبها يتغير حالك وأحوالك بفضل الله وبالسر لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي رعاية الله أحبكم دائما والصلاة والسلام على رسول الله وآله